اسم الله والصلاة والسلام عليكم الله من يسألك على منا فهنا عملنا متقابلون روزكم طيبا درس اللي ما نشوف الدرس السابق في أسرار بلندر نشوفه كيف ننشئ وال او تاور برج من العصر القديم زي ما يجد في هذه الصورة باستخدام خطوات بسيطة خلينا نبدأ نيو كوليكشن او نيو فايل بداية نستخدم أدن اسمه وال فاكتوري الأدن فيه الول فاكتوري خاصة بي بيلمش فيه ادن اسمها اكسترا و اوبجيكس خاصة بالكيرف لكن احنا نستخدمها خاصة بيلمش طبعا اللي عايزين ازا بنريد الملف كل ما نفتح الملف يكون متفعال ادن اطواتك فبنعمل سيف بريفرنس هاهنا طيب اول شي ننشئ اكسترا ويقول فاكتوري بيكون في عندنا الحاقط بهذا الشكل فبنعدل الخاصائص زي موجود دلوقتي فهنا في الاند هنقول الطول زي ما عايزين احنا نستخدم الطول يكون تلاتين وبعد كده هنذهب اللي قد تمود في مسافات ملاحظة ان في مسافات لو في مسافات فاحنا نستخدم alt s ونعمل scale هكذا بعد كده هضيف بيبل ممكن اللي بيبل يكون اقل بونت اوفايف وليكن بعد البيبل هضيف simple deform bend simple deform bend حول اتجاه الزد والزاوية 362 طيب باستخدام زاوية كاملة بنلاحظ ان فيه فاصل عشان نقفل الفاصل ده هنكتب هنكتب 366 كده احنا عملنا مستوى واحد ممكن نعمل الري في اتجاه الزد ثلاث مستوى طيب بالنسبة للبورغ هنضيف هنا اعلى اعلى بورغ بيكون طبعا فيه اختلاف فهنضيف مرة اخرى هنكرر نفس اللي اعملناه في الاكسترا هنضيف ولكن هزي المرة هنستخدم هنضيف هنا قولي يكون 0.11 نفس اللي عملناه هنعمل alt s وهنضيف ونضيف وليكن 0.5 هنضيف ثلاثة ستة ستة في اتجاه الزد هنضيف في الوصف نضيف 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 اول حاجة هنضيف 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 لكل مدوفيرس بالترتيب هنا نفس الموضوع هنضيف هنضيف نباها بعد استخدام الفوكسل فاطبح هنا البرج واقية اكثر من هزي الاتجاه وطبعا نجاهداله طبعا لطريق ان انا نذهب الى ونفعل الريمش فمش هبقى فيه اي فراغات وبعد كده نذهب للتمود ونعمل الريموف للدابولز ده كده بقى بساطة ازاي ننشئ تاور باستخدام الوهو الفاكتوري هسيب لينك الفايل في الوصف في الديسكريبشن وللقاء في الدرس القادم